تعتبر مدينة تنس مهدى للحضارة الإسلامية بولاية شلف إذ لا تزال الأمهات ولاباء يرافقنا ولادهن للكتتيبي من أجل حفظ القرآن الكريم لكن مع ما تشهده من كثافة سكانية بات مشكل الاكتباظ يستدعي إيجاد أوعية عقرية لتوسعة أو بناء مدارس قرآنية جديدة في فصل الشتاء النصر يتصلي بره اليوم الجمعة النصر التي بره يعني صلىه في الطرق يعني إحنا بحاجة إلى توسعة هذا المسجد خاصة يعني في الأعياد الدينية أو في المناسبات يعني كين اكتظار كبير قسم القرآن فهو غير كافي لاستيعاب عد تلاميذ الذي يفوق مئة حي وديكساب أحد الأحياء الذي كان من بين المنارات العلمية الدينية لكنه الآن بات يأنه إلى غياب منابر الإشعاع الإسلامي القراءة يجب أن تكون زاوية وتكون فيها الناس اللي يقرأوا مختصين الشيوخة خاصين تعالي يقرر الدرفة يقرره ولي يقرر القرآن يقرره ولي يقرره ولي يقرره يقرر ماش كيم هكا هكا يقرر ساعتين الذرية راني هنا عندنا عشرين سنة راني هنا والله ما يطالب الليل حكا 15 حيزب إنجاز هذا المشروع الذي سوف يكون له خير وفضل كبير على سكان المنطقة هذا وتعلق لجان الدينية أمالا واسعة على تعاون رجال الأعمال بمعاية السلطة الولائية في إيجاد وعاءات عقارية والمساعدة بأضرفة مالية لإعادة إحياء هذه المنابر العلمية موسيقى